موسيقى جمدت سلطة الطبيعة والحدائق التابعة لحكومة الاحتلال الاسرائيلي مخططا استيطانيا بسفوح جبل الزيتون في القدس المحتلة يهدف إلى توسيع الحديقة القومية حول أسوار البلدة القديمة عبر استهداف أراض فلسطينية خاصة ومساحات تابعة للكنائس ووفق ما ورد في صحيفة هارس الاسرائيلية فقد أشارت سلطة الطبيعة والحدائق في بيان لها إلى أنها لا تنوي الدفع بالمخطط في لجان التخطيط وليست جاهزة للمضي قدما فيه دون تنصيق ومناقشات مع جميع الأطراف المعنية وكان قد حذر رؤساء كنائس في مدينة القدس من وجود أجندة أيديولوجية إسرائيلية تنكر مكانة وحقوق المسيحيين في المدينة المحتلة في رسالة موجهة إلى وزيرة البيئة الإسرائيلية تمار زاندبرغ بعد الكشف عن المخطط الرامي لمصادرة أراضي تابعة للكنائس أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية نقل أعمال سفارتها لدى أوكرانيا من العاصمة كييف إلى مدينة ليفيف الواقع غربي أوكرانيا على الحدود مع بولندا في ظل تصاعد المخاوف من التوتر الروسي الأوكراني ووفقا لبيان الخارجية الإسرائيلية فقد قرر وزير الخارجية ياير لابيد اصدار تعليمات للعاملين في الصفارة الإسرائيلية في كييف بالانتقال إلى المكاتب القنصلية التي تم افتتاحها في مدينة ليفيف في غربي أوكرانيا وجددت إسرائيل دعوتها لمواطنيها في أوكرانيا إلى مغادرة البلاد على الفور على خلفية ما اعتبرته المؤشرات المتزايدة لإمكانية التصعيد حالة من الهدوء الحذر اختلطت مع توتر كبير سيطرتها على المشهد في قرية كوفرمندا التي شهدت انتخابات معادة اليوم يتنفس فيها رئيس البلدية الحلي مؤنس عبد الحليم والمرشح علي زيدان تجهيزات خاصة قامت بها لجنة الانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية بشكل ثلث تجديدات اللي أنا عملتها كمأمور الانتخابات مثل حسب القانون بيمنع إدخال هواتف خلوية للصندوق فممنوع يكون مع رئيس لجنة الصندوق ولا مع نائب رئيس لجنة الصندوق أي هاتف خلوي يقدر يستعمله خلال عملية التصويت فقط بيكون مع الممثلين اللي هن عن وزارة الداخلية ممثلين عن مأمور الانتخابات اللي هن موظفي دولة مش من قرية كوفرمندا تجديدات تانية احنا قررنا كل العمال الأغلبية صحيح من العمال اللي هن سيكرتيري الصندوق هن عمليا يكونوا من طرف موظفي الدولة وكذلك ما يكونوش من داخل قرية كوفرمندا لا يمكن تجاهل الأجواء المشحونة هنا على الرغم من محاولات الالتزام بالهدوء من قبل المعسكرين والشرطة عززت من تواجدها في كل زاوية تحسبا من وقوع مشاحنات قد تتحول إلى شجارات حادة كما حدث في السابق نحن بنينا العائلة المندوية كانت حصرا على عائلتي زيدان وعبد الحليم وأهدافها طبعا للحفاظ على السلم والسلام والأمن والأمان وأن تعيش هذه البلدة آمنة مطمئنة وادعة بإذن الله نسأل الله العلي القدير أنه ربنا بوخف بأيدينا نحن نعمل ما يجب أن نعمله طبعا احنا زي ما حكيت في اللقاءات السابقة احنا مش شرطة أيام عصيبة جدا مرت على هذا البلد في السنوات الأخيرة على خلفية نتائج الانتخابات عام 2018 حتى صدر قرار المحكمة العليا بإعادتها أئمة المساجد أكدوا أن لمكان للعنف هذه المرة ودعوا الجميع الالتزام بالروح الرياضية فرمندا تحتاج إلى وحدة حقيقية بين أبنائها تحتاج إلى أن نكون إخوة متعاونين كي نبني هذا البلد فقط بأخوتنا ومحبتنا لبعضنا البعض وبتعاوننا مع بعضنا وإن اختلفنا في الآراء وفي التوجهات ولكن الذي يجمع بيننا هو أكثر من ذلك بكثير ولذلك يجب أن نتعاون نعم نتنافس اليوم كمنافس شريفة ولكن بعدما تنتهي الانتخابات يجب أن نعود لنتعاون معا كي نبني هذا البلد ونضمن مستقبل أبنائنا بإذن الله عز وجل نسبة التصويت في الانتخابات السابقة تعدت 95% لتكون ساعات المساء فارقة في كفرمندا في ظل الأوضاع المشحونة التي قد تخلف وراءها خرابا في البلدة كما يخشى المواطنون سلمت السلطات الإسرائيلية 110 أوامر هدم لأصحاب منازل ومحال تجارية في مدينة الطيرة وأشارت بلدية الطيرة بأن من بين المباني المهددة بالهدم 46 منزلا وأربع وستين مصلحات تجارية بملكية أهالي المنطقة الشرقية من المدينة وترفض السلطات الإسرائيلية إصدار تراخيص بناء لأهالي مدينة الطيرة ما يدفعهم للبناء على أراضيهم الخاصة التي يمتلكونها منذ مئات السنين وعلى الرغم من ذلك يواجهون مخططا لاقتلاعهم وفي السنوات الأخيرة قامت السلطات الإسرائيلية بهدم عشرات المباني في المدينة خطر محدق يواجه سعيد حجيرات بعد أن تلقى أمرا بهدم منزله الذي يقع في حي الكسارة في مدينة شفاعمر بحجة البناء دون ترخيص وعلى أرض تدعي الدولة الملكية عليها واليوم أجوا يقولوا بدنا نهد لك ليه يا حبيبي؟ يقول لك الأرض إلي وين الأرض اللي إلك؟ هل هاي أرض الحكومة؟ هاي الأرض سيد سيد فيها قاعد حوالي تسعين سنة وسيد الثاني قاعد حوالي تسعين سنة وعم قاعد فيه حوالي تمانين جمعهم مع بعضين أكم سنة مات السنين أجه هم بارح خلال سبعين سنة أجه يقول لك كل فلسطين إلي ويخبرنا سعيد عن رحلة شاقة استغرقت عشر سنوات حتى تمكن من إتمام بناء هذا المنزل الذي كلفه مبالغ طائلة ليضمن مستقبل أولاده وليس لكي تهدمه السلطات الإسرائيلية أخذ مني لعشر سنوات توصل لهذه الدرجة عشر سنوات لأنه وصل لهذه الدرجة يعني مش بالليل ويوم نعمل بيت وكلف يكلف حوالي مليون شكل احنا أمكانيتنا محدودة مش يعني نشتغل شغيلة بالأجار تاني واخد خمسة ألاف شكل ونشيل مني ونحط مني منزل سعيد ليس لوحده مهدد بالهدم بل يضاف إلى عدة منازل استلم أصحابها مؤخرا أوامر هدم في حي الكسارة وفي توجهنا لرئيس بلدية شفا عمر أكد لنا أنه يتابع القضية عن كثب وقد وكل محامين للدفاع عن أصحاب الويوت وإبعاد شبح الهدم عنهم اليوم نعمل مع قسم الهندسة عنا أنه نعمل هناك خارطة مفصلة ومنعجل إسا المحامي أنا انطيته كل الخمر اللازم من شاني أجل الموضوع أجل الموضوع الهدم حتى نلاقي حل للأربع بيوت اللي ذكرنا أنهم عمرات بعد السنة الألفين سياسة عنصرية تنتهجها إسرائيل تجاه مواطنيها العرب حيث لا تكتفي بالحد من توسعهم الطبيعي ومحاصرة بلداتهم بل تعمل على تشريع قوانين تمنعهم من البناء على أراضيهم الخاصة وفي حال اضطروا للبناء لا تأبهوا بهدم منازلهم والقضاء على أحلامهم ومستقبلهم أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي قرارا بتجميد إخلاء عائلة سالم من منزلها في الجزء الغربي من حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة المعروفة بأرض مقاع وتمكن المحامي ماجد غنايم بعد تقديم استئناف على قرار ما يسمى دائرة الإجراء والتنفيذ الاحتلالية في ملف عائلة سالم من تجميد إجراءات الإخلاء حتى البت في الاستئناف المقدم لمحكمة الاحتلال في القدس شريطة إداع كفالة مالية بقيمة 25 ألف شيقل وكانت العائلة تسلمت قرارا بإخلائها من منزلها خلال الفترة ما بين الأول من آذار إلى الأول من نيسان المقبلين لصالح مستوطنين يدعون ملكيتهم للأرض هدمت السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة الإسرائيلية مساكن أهالي قرية العراقي بمسلوبة الاعتراف في النقب للمرة الثامنة والتسعين بعد المئة على التوالي منذ عام 2000 ومنذ مطلع العام الجاري يأتي هدم خيام العراقيب للمرة الثانية عقب هدمها 14 مرة العام الماضي وفي كل مرة يعيد الأهالي نصبها من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارسي في الشتاء تصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم وتشهد البلدات العربية تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بحجة البناء غير المرخص أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل ثلاث حالات وفاة و 12930 إصابة جديدة بكورونا في مؤشر لاستمرار تراجع الإصابات الخطيرة وانخفاض الفحوصات الموجبة بشكل ملحوظ هذا وتواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى ومحطات الفحص المتنقلة إجراء فحوصات كورونا ورغم التراجع بالعدوى والإصابات إلا أنه يرقد في المستشفيات 1632 مصابا بينهم 226 تم ربطهم بأجهزة التنفس الإصطناعي افتتح مؤخرا المشفى الفرنسي بمدينة الناصرة عيادة تعنى بداء سكر الأطفال في خطوة سابقة حيث أنها تعتبر الأولى من نوعها في المجتمع العربي وتوفر رعاية صحية وخدمات طبية متنوعة للأطفال السكريين الوحدة هي وحدة مكونة من طاكم مختص اللي بيخدم مرضى السكري بالوسط العربي مكون من متخصص التغذية اللي إلها خبرة سنين بمجال سكر الأطفال عاملة اجتماعية ومعالجة عاطفية ممردة سكري اللي متمرني كمان بسكر الأطفال اللي التاكم والعيادة بتاعة الخدمات لجميع أنواع السكر عند الأطفال النوع الأول والنوع الثاني وكمان اللي بعانوا من السمنة وبمرحلة ما قبل السكري نحن نرافق المريض وعائلته من يوم التشخيص بكل مراحل المرض وتشهد السنوات الأخيرة ارتفاعا بنسب تشخيص مرض السكري لدى الأطفال الأمر الذي يزيد الحاجة إلى عيادات خاصة ترعاهم وتراقب حالتهم الصحية باستمرار مرض السكري بالوسط العربي إذا بنا نقارنهن بالمجتمع اليهودي ففي اختلاف لما نحكي عن النوع الأول أو النوع الثاني بالنوع الأول النسب هي متشابهة بين العرب واليهود وإحنا مندلنا نحاول نوعي أنه التشخيص يكون قد ما يمكن بكير الأهل ينتبهوا للعوارد السكري ويتوجهوا للطبيب المختص وين عمل التشخيص بكير السكري النوع الثاني للأسف نسبته عم بتزيد بالوسط العربي نتيجة وباء السمنة وهذا إشي اللي إحنا مندمه منه ومنحاول أنه نمنعه فعشان هيك أي ولاد اللي هي بتعاني من السمنة زايدة ومن مراحل ما قبل السكري كمان تقدر تتوجه للمركز عندنا ونساعدها عشان نمنع من تطور السكر وإذا تطور نساعدهم على التوازن ويمنعوا من التعقيدات المستقبلية معاناة حقيقية يواجهها السكريون الصغار تتطلب متابعة دقيقة لمنسوب السكر بالدم والعمل على موازنته بشكل مستمر تفاديا لمخاطر مرض السكر في زيارتها للنقب عبرت رئيسة لجنة التربية والتعليم في الكنسة عن قلقها من نسبة التسرب المرتفعة في المدارس العربية في الجنوب واعترفت أن جهاز التعليم البدوي يواجه تحديات مختلفة عن أي سلطة محلية في البلاد كему مني ذكرنا في حال الشيطان webic safe الزيارة جاءت للإطلاع على الوسط البدوي وللإطلاع على الوضع القائم عندنا في المدرسة زيارة كهذه هي زيارة هامة جدا لطرح النقاط والصعوبات التي تواجه المدارس وبرأيي مهم جدا طرح المشاكل من خلال الزيارات للجان المختلفة وقد شاملت زيارة لجنة التعليم التي انضمت إليها لاحقا وزيرة التعليم يفعات شاشا بيتون كلا من مدينة رهط وكسيفة واللقية حيث استمع أعضاؤها إلى المشاكل التي يعاني منها جهاز التعليم في المجتمع النقباوي خاصة بما يتعلق بنقل الأطفال إلى البساتين وكذلك البنى التحتية السيئة في المؤسسات التعليمية ونسبة التسرب العالية اليوم بنحترم الوزيرة ورايها أنها جت وضفتنا في بلدنا اللقية احنا جبناها على الولاد هوضل جيل ثلاثة واربعة الولاد هوضل كانوا بيطلعوا لا بيدرسوا صف بستان ولا روضة فبيطلعوا له الصف البستان رأسا من الصف الأول بدون أي أطر تعليمي بقي أن نشير إلى أن رؤساء السلطات المحلية العربية قاطعوا هذه الزيارة بالدعاء أنها سياسية ولم يتم التنسيق لها مع القيادة المحلية في حين ادعت الوزيرة أن جولة مهنية ترتفع أسعار الوقود في البلاد في الأول من شهر آذار المقبل بخمسة عشر أغورا للتر الواحد جراء ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق العالمية ويعد هذا الارتفاع الثاني على التوالي منذ مطلع العام الجاري والأكثر منذ العام الفين واربعة عشر وعربت وزارة المالية الإسرائيلية عن قلقها من هذا الارتفاع الجديد في أسعار الوقود الذي يأتي في ظل موجة غلاء جديدة في البلاد وتحدد أسعار الوقود في البلاد بموجب أسعار النفط في العالم ودول حوض البحر الأبيض المتوسط كما أنها مرتبطة بسعر الدولار علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرا على أسعار الوقود وتبقى دون تغيير حتى لو تراجعت أسعار الوقود في مختلف أنحاء العالم فرضت إدارة السجون الإسرائيلية عقوبات جماعية على الأسرى الفلسطينيين في قسم عشرة بسجن نفحة صحراوية وقال نادي الأسير الفلسطيني أن العقوبات تمثلت بالحرمان من الزيارة والكنتينا وصحب كافة الأجهزة الكهربائية هذا ويواصل نحو 500 أسير داري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث والخمسين على التوالي في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري وأكدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية داعية جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة والتحلي بالصبر من أجل تحقيق الأهداف المرجوة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة